لم يتبقى الكثير من المهلة التي منحها زعيم التجار الصدري لخصومه السياسين في الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة حكومة يبدو أن مصطلح الانسداد السياسي سيبقى حائلا دون تشكيلها سيناريوهات متعددة بدأت تظهر مع الاقتراب من نهاية المهلة ويبدو أن التوابقية التي يبغضها الصدر هي الحل لكسر هذا الجمود السياسي وتشكيل الحكومة لأسيما بعد استحالة وصول التحالفين المتنفسين لمجموع ثلثي أصوات المشرعين هناك الكثير من السيناريوهات التي ربما ستكون بعد مدة التاسع من شوال وهو إما أن يتمكن الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة وفيما يبدو هذا الفرضي مستبعد تماما أو أن يجكل السيد مقتل الصدر ومن تحالف معه في تحالف إنقاذ وطن تشكيل الحكومة وذلك بالتركيز على ما تبقى من الكتل المستقلة والنواب المستقلين للوصول إلى العدد ميتين وعشرين وهذه فرضية ممكن أن تحقق إذا كانت هناك موحدات جدية ومعمقة مع الأطراف التي لحد هذه اللحظة هي متذبذبة ويبدو أن أحد أبرز السيناريوهات المتوقعة هو دخول اللعب الخارجي على خط الأزمة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وهذا ما كان حاضرا في تشكيل الحكومات السابقة وإن كان الأمر مختلف هذه المرة لكن بعض الجهات الخارجية ما زالت تضغط من أجل ضمان مصالحها في حكومة التوافقية أعتقد أن خلال هذه الفترة هناك بوادر أمل قد تبضي إلى أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر وسيكون العنوان الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة هو مبدأ التوافق الذي اعتادت عليها القوى السياسية في تشكيل الحكومة إذن نحن أمام مرحلة جديدة قد يكون اللاعب الدولي خلال هذه المرحلة قد وصل إلى مرحلة إقناع على أطراف سواء على مستوى التيار الصدري وكذلك من معه في تحالف السيادة تحالف السيادة أو الحزب الديمقراطي الكردستاني وليكونوا قريبين من الإطار التنسيقي ومع كل مساعي كسر الجمهود السياسي لكن التوقعات تشيروا إلى صعوبة تشكيل الحكومة بالشكل الذي يريده الإطار التنسيقي وداعمه الإقليميين وهذا يعني وجود سيناريوهات أخرى إما حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وهو ما تم رفضه من جميع الأطراف السياسية أو السماح للقضاء بالدخول على خط الأزمة لإيجاد مخرج دستوري وقانوني لإنهاء حالة الانسداد وتشكيل الحكومة من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي